موسيقى بالألاف أنصار الصدر يتوافدون على ساحة الخضراء والإطار التنسيقي يستبقها بقبول مشروط لمبادرة الصدر المفاوضات النووية تستأنف في فيينا في يومها الثاني روسيا متفائلة وواشنطن تحذر من نفاذ الوقت للمرة الثانية بوتين يلتقي أردوغان وملفاء أوكرانيا وسوريا على رأس قائمة المباحثات بعد رازوني ثلاث سفن محملة بالحبوب الأوكرانية تغادر نحو وجهات متعددة أمريكي عمل في أفغانستان يكشف أن فيلا الظواهر كانت استأجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعشر سنوات أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج استوديو الحدث لهذا اليوم نتهاني الجهاني معكم على مدار ساعتين والبداية من العراق توافد الآلاف من أنصار التيار الصدري منذ ساعات الصباح الباكر إلى ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء لأداء صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكانت قوات الأمن أعلنت انتشارها لتأمين المنطقة قول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا واليوم التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق جنين بلسخارت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقره في الحنانة وتأتي زيارة بلسخارت غير المعلنة ضمن جولة لها على عدد من الأقطاب السياسية في بغداد وأربيل لبحث الأزمة السياسية وتأكيد على ضرورة الحوار قبل ذلك وعقب اجتماع عقده في منزل الحكيم أعلن الإطار التنسيقي في العراق دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة لكن شريطة تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها وطلب الإطار التنسيقي عبر بيان باحترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها لنستطلع الأوضاع من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا مراسل الحدث سامر الكبيسي أهلا بك معنا سامر لك أن تطلعنا ما هي الترقبات السياسية بعد صلاة الجمعة ماذا نترقب من الإطار التنسيقي ومقابل ذلك أيضا من التيار الصدري في البداية مساء الخير تهاني ما زال آلاف من أنصار التيار الصدري يصلون تباعا إلى ساحة الاحتفالات نحن أمام صلاة وتوقع أن تكون مليونية بحسب أنصار الصدر الذين تحدثنا معهم قبل قليل هناك بيان مرتقب من قبل مقتدى الصدر طبعا من يمثل مقتدى الصدر في هذه الصلاة على ما يبدو أن هناك تعليمات للمعتصمين وشكل هذا الاعتصام هل سيستمر الأسبوع الثاني على التوالي هل ستكون هناك تعليمات جديدة لهذا الاعتصام كيف سيكون شكله ربما خلال أقل من ساعة سيتوضح كل هذا الأمر أما على مستوى الإطار التنسيقي تهاني إذا ما تحدثنا طبعا على الجانب السياسي جينيني بلاس خارت قبل دقائق من الآن أنهت لقاءا مهما مع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في محافظة النجف وقالت عند خروجها بأنه كان لقاءا جيدا واتفقنا مع السيد الصدر على الحلول السياسية القادمة بحسب مصادر تهاني تحدثت لنا عن أن مبادرة أممية تقدها جينيني بلاس خارت لجمع الفرقاء السياسيين من أجل انتخابات مبكرة ربما تكون انتخابات نيابية ومحلية بمعنى ستكون هناك انتخابات لمجلس النواب وكذلك انتخابات من أجل مجالس المحافظات انتخاب مجالس المحافظات أو المحافظين ربما لن تتجاوز هذه الانتخابات الجديدة والانتخابات القادمة لن تتجاوز تشرين المقبل هذا المقبل السنة القادمة طبعا هذا بحسب المصادر لكن سنبقي عينا تهاني لمعرفة البيان النهائي من قبل الأمم المتحدة ربما في المستقبل القريب ربما أسبوع ربما أسبوعين أو أكثر خاصة بعد لقاءات مستمرة لجينيني بلاس خارت مع مختلف الفرقاء السياسيين بدأتها بهدي العامري ومن ثم عمار الحكيم وربما حتى ستصل إلى المكونين السني والكردي للاتفاق على شكل العملية السياسية القادمة خاصة وأنها وصلت إلى انسداد أكثر مما كان عليه في الأشهر القادمة أو الماضية عفواً نعم طيب أنت ذكرت بأن المبادرة الأممية ستكون برعاية جينيني بلاس خارت هي انتخابات لمجالس النواب ومجالس المحافظين والمحافظات هل معنى ذلك سامر؟ هذه هي خارطة الطريقة التي ربما نترقب الإعلان عنها من جانب التيار الصدري وماذا عن رئيس الحكومة؟ هل كانت هناك أي اجتماعات مع البعثة الأممية؟ تهاني التقى طبعاً جينيني بلاس خارت برئيس الجمهورية وبرئيس الوزراء نحن نتحدث عن ربما خلال الشهر الماضي كانت هناك زيارات مكوكية لجينيني بلاس خارت مع مختلف الفرقاء السياسيين لكن تهاني طبعاً ننتظر هل ستكون هذه المبادرة مبادرة ناجحة بمعنى هل سيتم القبول بها من جميع الأطراف السياسية؟ إن اتفق طرفان أو ثلاثة لا يعني أن هناك اتفاق نبقى طبعاً ننتظر بيان السيد مقتدى الصدر بعد هذا اللقاء وطبعاً ننتظر الرد المقابل من الإطار التنسيقي خاصة وأن الإطار التنسيقي يوم أمس كما تعلمين تهاني رفض أن يكون لألكاظمي دوراً في الحكومة القادمة أو الحكومة التي ستشرف على الانتخابات المزمع إقامتها ربما في السنة المقبلة لكن أيضاً هم متمسكون بمحمد شياع السوداني كرئيس للوزراء حتى لو كان على مستوى مرحلة انتقالية لكن مقتدى الصدر يرفض هذا الأمر جملة وتفصيلاً نحن أمام عناد إن صح التعبير من الإطار التنسيقي ومحاولة حل الموضوع من قبل الأمم المتحدة وربما حتى الأطراف التي تتفق مع رؤية الأمم المتحدة ربما أبرزها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وربما ننتظر أيضاً بيانات من قبل الجانب السني وكذلك الجانب الكردي شكراً جزيلاً لك على كل هذه الإضاحات سامر الكبيسي مراسل الحدث كنت معنا من بغداد وليكن للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن بعد ساعات على خطاب زعيم الطيار الصدري مقتدى الصدر ليلة الأربعاء بشأن الاعتصامات في المنطقة الخضراء وتأكيده على عدم التفاوض مع الإطار التنسيقي الموالي لإيران امتلأت المنطقة الخضراء بأنصاره من العشائر التي قدمت من جنوب البلاد ومعها شخصيات سياسية وحزبية رحبت بدعوات الصدر لتغيير المنظومة السياسية مقربون من الصدر أكدوا ترقب إعلان مهم لزعيمهم خلال خطبة الجمعة المقرر إقامتها في المنطقة الخضراء بشأن وضع خريطة طريق للمعتصمين والسياسيين حول الموضي في الإصلاحات ومحاربة الفساد عدم إطالة أمد الاعتصامات داخل المنطقة الخضراء ومنع المندسين من إشاعة الفتن إغلاق الأبواب أمام أي مفاوضات قبل حل البرلمان وإجراء انتخابات نزية قيادات الكردية والسنية وصفت خطاب الصدر بالجريء فيما فسره مراقبون وسياسيون عراقيون بأنه محاولة لقلب النظام وفضل اشتباك بين الفاعلين الشيعة وإمكانية التثبيت مع الكرد والسنة وفق صحيفة الشرق الأوسط الصدر يريد عزل المالك وحلفائه من العملية السياسية وإن تمكن من إتمامها فسنشهد خريطة طريق مختلفة عزل فريق التوتر المتمثلي في الإطار التنسيقي سيمهد طريق لتشكيل منظومة شعية أكثر استقراراً وأي مصار آخر سيكتب له الفشل في الأثناء يترقب العراقيون أيضاً رداً من الإطار التنسيقي الموالي لإيران على خطاب الصدر رغم تأييد بعض زعاماته لإجراء انتخابات مثل العامري والعبادي فيما يقول برلمانيون وسياسيون إن الصدر بات يؤمن بضرورة الإطاح بالمالك والمتحالفين معه وتعديل دستور والمنظومة القضائية الذين مكنا خصوم الصدر من تقييد مشروعه في تشكيل حكومة أغلبية بدفع مباشر من زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالك موسيقى 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 لمناقشة كل هذه التطورات الأخيرة في الملف العراقي من بغداد ينضم إلينا الدكتور خالد عبدالله عبدالستار عميد كلية العلوم السياسية في جامعة المستنصرية أهلا بك معنا دكتور خالد خالد دكتور خالد بداية هل سيتمسك الإطار التنسقي بمرشحه محمد شيعة السوداني في المرحلة الانتقالية وما موقف التيار الصدري من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ستة هاني والجميع ومشاهدين قناة العربية الحدث وشاكل لهذه الصدافة بالتأكيد الإطار التنسقي لحد هذه اللحظة متمسك بمرشحه السيد السوداني والدليل على ذلك لم تخرج أي بيانات فيما يتعلق بالحديث عن المرحلة الانتقالية لأن الإطار التنسقي رحب جزء منه بالانتخابات المبكرة وهو كان يسعى سابقا عندما اعترض على نتائج الانتخابات بالإعادة لهذه الانتخابات لكن هذه الانتخابات اشترطت بأن يكون هناك حوار وطني الاتفاق حول قانون الانتخابات المسارات الدستورية والقانونية الدستور العراقي طبيعة التعديلات وحتى ما يتعلق بالمفوضية بهذا الخصوص فلذلك تمسكه بسيد السوداني مستمرا ولم يبدر ولم يخرج أي بيان أو خطاف فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية نحن نشاهد الآن عشرات الآلاف من أنصار الصدر يحتشدون في الساحة الخضراء ما هو المتوقع أن يتم الإعلان عنه اليوم بعد صلاة الجمعة يعني أنا توقع بأن السيد مقتد الصدر في هذه الصلاة سوف يحدد مسارات لطبيعة التعامل والتعاطي مع المرحلة الجليلة قد يدعو أنصاره إلى الاعتصام في داخل ساحة الاحتفالات لأن هناك بعض الأطراف السياسية تقول بأن لابد من العودة إلى المسار الدستوري والمؤسسات الدستورية وهو يقصد هنا مجلس النواب العراقي وبالتأكيد لكي لا يعطي فرصة للآخرين للحديث بأن ما زال هناك من يعطل هذه المؤسسات السيد الصدر أيضا سوف يتبادل بشكل حقيقي إلى الحوار الذي قد تجريه الأمم المتحدة وكنا نتوقع هذا الأمر وتحدثنا في أكثر لقاء معكم بأن الأمم المتحدة سوف تأخذ مسار واضح في التعاطي والتعامل كونها هي واكبة المشهد السياسي بعد 2003 ولديها مقبولية من جميع القوى السياسية وعليها أيضا مسألة تعطاء ضمانات جميع القوى السياسية العراقية لذلك نتوقع خطاب الصدر سوف يكون واضحا في التأكيد على نقاطه الثلاثة التي طرحها فيما يتعلق بالنظام السياسي والدستور والانتخابات ولكن هذه المسألات الثلاثة لا تتشكل إلا في إطار قانون الانتخابات وإلا في إطار مضلة تشريعية تحدد هذه الآيات الثلاثة ومن ثم نتحدث عن تعديلات دستورية بهذا الخصوص أو حتى بحث أي طبيعة للنظام السياسي القادم في إطار مستقبل المنظور دكتور خالد هل النقاط الثلاثة التي سيؤكد عليها مقتدع الصدر في خطابه هي ما جاءت أيضا في المبادرة الأممية وهل يمكن أن نصيغ بأن الأمم المتحدة قدمت مبادرة للخروج من الانسداد السياسي في العراق في هذه الثلاثة النقاط أول شيء الأمم المتحدة لا تريد أن ترجح طرف على طرف آخر لكي تكون لها مصداقية كبيرة الأمم المتحدة تتحدث عن المجمل العام الأمم المتحدة لديها مؤشرات في البطالة والفقر والفساد السياسي والإداري والمالي الأمم المتحدة واكبة العملية الانتخابية الماضية وتهمت الأمم المتحدة بعملية الحديث عن تزوير الانتخابات فهي لا تريد أن تكون جزءا من الصراع وإنما جزءا من الحل وبالتأكيد لا تريد أن تتبنى أي خطاب أو أي نقاط أساسية سواء من السيد الصدر أو من أطال التنسيق وإنما تتحدث بالمجمل العام بمعنى اليوم المصرح الوطنية العليا تقتضي أن يكون هناك حوارا وطنيا يعد مرحلة مقبلة وبالتأكيد هذه المرحلة المقبلة قد تعني أن الأمم المتحدة قد يكون لها بوصلة في عملية توحيد هذه الرؤى المختلفة فيما بينها ويقناع الأطراف بتشكيل الحكومة الانتقالية لا تمثل طرف على حساب طرف آخر هذه هي النقطة الأساسية المهمة جدا التي قد ترضي جميع الأطراف السياسية ومن ثم بعد ذلك تتحدث عن الآليات الأخرى في التغيير في الإصلاح التي هي متمنى من تعديلات دستورية قد تكون أو تأسيس جمعية دستورية أو استقدام خبراء مختصين في عملية التعديلات الدستورية أو كتاب الدستور الجديد على سبيل المثال ومن ثم الحديث عن التصحيح في قانون الانتخابات بما يؤدي إلى أن يكون قانونا يعطي مساواة لجميع الأطراف القوى السياسية المشاركة في الانتخابات فضلا عن إعطاء ضمانات أيضا للمواطن العراقي بأن هذه العملية الانتخابية سوف تصوف في مصلحته إلى مصلحة الأحزاب القوى السياسية التي سوف تمثله ما الذي يضمن بأن الإطار التنسيقي كونه الكتلة الأكبر في البرلمان يعلن حل نفسه في هذه المرحلة أم سيتطلم الأمر تقديم من مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية لنصل إلى مرحلة حل البرلمان يعني حتى الطلب الذي يقدمه رئيس الوزراء باعتباره هو حكومة تصريف عمل لو تحدثنا عنه إلى رئيس الجمهورية فأنه يستلزم التصويت أيضا في داخل مجلس النواب العراقي وهو الأمر أيضا لا يعطي نسخة كبير جدا لكن أنا أتوقع بمبادرة الحوار التي سوف تجريها لأمم المتحدة سوف تعضلها من مسارات الحوار وسوف أنا أتوقع إذا كان هناك قناعة دكتور خالد أسمع المقاطعة في كلمة لممثل الصدر الآن نسمعها وربما نعود لمناقشة النقاط المطروحة فقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال في حياته من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله مستحلا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباده بالإثم والعدوان ثم لم يغير بقول ولا بفعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله ومن هنا أيها الأحبة فبعد أن أصبح العراق أسير الفساد والفاسدين حتى صار مع شديد الأسف يتصدر قوائم الفساد في العالم والجميع يشهد بذلك بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة ومنهج المحاصص المقيت والتقاسم وكذلك التردي الواضح في مجالات الخدمات والصحة والتعليم والأمن وغيرها ووصول أعداد كبيرة من أبناء الشعب العراقي إلى دون خط الفق في مقابل الإثراء الفاحش على حساب قوت الشعب وانتشار السلاح والمجاميع المسلحة غير المنضبطة وتفش الجريمة والمخدرات وغيرها كل ذلك هو نتاج الأحساب المتسلطة التي تعمل بالتبعية لخارج البلد والتي خلت من أي رابط من روابط الانتماء للوطن حتى وصل الحال إلى نتائج مخجلة ومؤلمة خصوصاً للطبق السياسي الشيعية ومن هذه النتائج أولاً انعدام الثقة لدى أبناء الشعب انعداماً تاماً بالطبق السياسي ثانياً رفض المرجعية لهم رفضاً قاطعاً حتى أغلقت بابها بوجوههم وأعلنت مراراً أن المجرب لا يجرب ووقفت ولا زالت تقف مع إرادة الشعب المطالب بالتغيير والإصلاح ثالثاً إن من المخجل والمؤسف أن مجالس الإمام الحسين عليه السلام ومواكب العزاء في العامين الماضيين وهذا العام كانت قصائدها ومنابرها تزدح بفساد الطبق السياسي والانهيار الذي وصل إليه البلد بسببهم ومن هنا انطلقت الصرخة الإصلاحية لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر دام عزه مساندةً لثورة محرم الحرام التي أعلنها الشعب حيث قال سماحته أيها الأحرار إنها صرخة الإمام الحسين عليه السلام هيهات من الذلة فأقول من سمع واعية الإصلاح ولم ينصرها فسيكون أسير العنف والميليشيات والخطف والتطميع والترهيب والتهميش والفقر والذل ومحو الكرامة فيا أيها الشعب الحبيب هبوا لطلب الإصلاح في وطنكم كما خرج الإمام الحسين عليه السلام لطلب الإصلاح في أمته أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله فعراقكم عراق المقدسات وعراق الحضارة وعراق الجهاد وعراق الربيع الإصلاحي فلا تفوت الفرصة وإلا فلا تحين مندم ومن هنا نقول حي الله الجموع العراقية بكل أطيافها شيباً وشباباً ومثقفين ورياضيين وأكاديميين ونقابات ومنظمات من كل الأديان والطوائف والقوميات وحي الله العشائر العراقية أُباة الضيم الأصيلة وحي الله القوات الأمنية بكل صنوفها وحي الله أبناء الحجد الشعبي الذين لبوا نداء الإصلاح فإنهم جميعاً رفعة رأس وستبقى مشروعيتنا الإصلاح وإننا من منبر الجمعة في هذا اليوم نُعلن تضامننا مع مطالب سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد المجاهد مقدد الصدر التي قالها في خطابه الأخير وأعلنها سماحته وهي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة فلأجل ذلك صل على محمد وآلي محمد الله أُشلي على محمد وآلي محمد وعليه والجل والعجل والجل والوصف والوصف والدور وقتد يا الله يا محمد يا علي يا من piggy بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العلي العظيم مشاهدين كانت هذه كلمة ممثلة الصدر الذي دعا فيها وصف التباين الطبقي بين المجتمع العراقي نتيجة الأحزاب السياسية والحكومة المتعاقبة التي يتم اتهامها الآن بالفساد وأيضا أكد على رفض المرجعية لهذه الأحزاب السياسية رفضا قاطعا وأن المرجعية تقف مع إرادة الشعب للتغيير والإصلاح نعود لنستكمل باقي الكلمة أن أظل في هداك اللهم أني يعود بك أن أفتقر في غناك اللهم أني يعود بك أن أضيع في سلامتك اللهم أني يعود بك أن أغلب والأمر إليك اللهم صلي على خير خلقك وخاتم أنبيائك ورسلك حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المنتجبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذن مشاهدين كانت هذه كلمة ممثل مقتدى الصدر ذكرنا بأنه تحدث عن التباين الطبقي بين المجتمع العراقي ورفض المرجعية للأحزاب السياسية التي أوصلت المجتمع العراقي إلى هذا التباين وارتفاع نسبة الفقر وعلى ما يبدو سنعود مجددا للكلمة ربما هناك نقاط جديدة العامل الأول وهو تحمل المسؤولية من الجميع وعدم التنصل والابتعاد عن ظاهرة الاتكال على الآخرين أو الوقوف على التل والنأي بالنفس فإن الكثير من حركات الإصلاح والثورات لم يُكتب لها النجاح والديمومة بسبب وقوف المجتمع وقوف المتفرج بل إن المجتمع المتخاذل والمداهن هو المجتمع الذي يُسوُّغ ويصنع الفساد والإنحراف والفرعونية ولا يحق له الشكوى مما يجري عليه وقد أسماه الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه بالمجتمع الفرعوني وعد الطوائف الاجتماعية الساكتة على الظلم والفساد بطوائف فرعونية فالمنتفعين والخانعين والجهال والمرتزقة والواقفين على التل كلُّ أولئك في موضع المسؤولية إن الانحراف والفساد ونقص الخدمات والبطالة والفساد السياسي كلُّنا نُعاني منه وخسرنا الكثير من الأموال والأنفس والخيرات بسبب سياسات حكومات التوافق والمحاصصة والتبعية فإن الجميع معني اليوم بالمشاركة مع الثائرين والمنتفضين من أجل البلد والخلاص من هذه الطبق الحاكمة وليست جلوس عدم المناصرة إنها صرخةٌ لكل أبناء الشعب بكل طوائفه وقومياته لتسجيل الموقف التاريخي لأجل خلاص العراق وخلاص شعبه العامل الثاني وهو التضحية من أجل الهدف الكبير من أجل الوطن والمستقبل من أجل القيم والحياة الكريمة إننا نعيش أيام التضحية التي أقر بها أهل العقل والوجدان والنفوس الطاهرة في كل العالم وهي تضحية الإمام الحسين عليه السلام التي ننشُد بها ونتكلم عنها في المنابر إننا نعيش مدرسة التضحية وثورة التضحية وشهر التضحية فإن سُنن الأرض والسماء عبر التأريخ البشري نقلت لنا أن كل حركات الإصلاح والتغيير إنما حصلت بالتضحية فإن ثورة العراق الكبيرة إنما حصلت بالتضحية وليس الزمان والأحداث ببعيدة فعراقنا فيه النماذج التي تُقرُّ بها العيون وتُرفع الرأس فإن ثورة العراق الكبيرة ثورة العشرين إنما بقيت مفخرة لأن جميع أبناء الشعب اشتركوا بها بكل ألوانهم وقدموا فيها التضحيات الجسام وكذلك الثورة البيضاء التي عاشها الكثير من أبناء الشعب والتي قادها الشهيد السعيد السيد محمد الصدر قُدِّست نفسه مع المؤمنين الخُلَّص ووقف بوجه أعتى نظام قمعي وانتصر وأثمرت هذه الثورة وقدم فيه التضحيات الجسام وهي حياته وحياة ولديه الباررين وما موقف أبناء العراق ببعيد في الدفاع عن الوطن ضد التطرف والفكر الداعشي الهمجي في استجابتهم لنداء الحوزة والمرجعية في النجف الأشرف والذين يُراد لهم اليوم أن يكونوا حُصن للأحزاب الفاسدة وحاشاهم وكذلك الثورات والانتفاضات الشبابية التي خرجت تُنادي بالخلاص من الظلم والفساد وقدمت قوافل الشهداء والجرحى فحب الوطن يحتاج مننا التضحي بالوقت يحتاج مننا التضحي بالراحة يحتاج مننا التضحي بالنفوس فإن حب الأوطان من الإيمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم إذن مشاهدين كانت هذه كلمة مندوب الصدر وممثل الصدر في المنطقة الخضراء بعد صلاة الجمعة أكد على أن الأحزاب المتسلطة التي تؤتمر من الخارج هي من أوصلت العراق إلى حاله وأكد على حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة وأيضا قال من لا ينصر الإصلاح سيكون أسيرا للميليشيات والفقر وطالب الجميع بتحمل المسؤولية وعدم الوقوف على التل والنأي بالنفس سنعود إلى ضيفي الدكتور خالد عبدالإله دكتور خالد هل لديك بداية قبل أن ندخل في تفاصيل الكلمة مجمل الكلمة كيف تقرأها وكيف تنظر إليها أني نتوقع هذه الكلمة أو هذه الخطبة هي تعتبر دلالة واضحة بأنها خطاب إصلاحي لجميع الطواف القوميات إلى مشاركة ودعم التيار الصدري فيما يسعى لي وهو في طال المسلمات الثلاثة التي ذكرناها على مستوى النظام السياسي والدستور والانتخابات هو يقول بأن عدم المناصرة يعني التخادم وبالتأكيد يضع كفتي إصلاح وكفة أخرى فيما يتعلق بعدم المشاركة في دعم الخطوات الإصلاحية التي ينبغي أن تكون ثورة سلمية ديمقراطية هذه الثورة يمكن من خلالها أن تحقق نقاط مفصلية مهمة جدا أشار حقيقة إلى المسؤولية مسؤولية الكل في عملية التغيير والإصلاح بمعنى لا يجب على البعض أن يقف على تل ومن ثم يبتعد عن ما يجري من أوضاع مساوية داخلية تحدث عن مستويات الفقر والبطالة تحدث عن السلاح المنفلد تحدث عن جريمة المنظمة تحدث عن الخطف فكلها مساوى كبيرة جدا ينبغي أن يكون هناك دعم وإسناد إلى هذا الأمر في الخط الأول من الخطبة أكد فيه على دعم خطوات السيد مقتدى الصدر فيما يتعلق حل البرلمان والانتخابات ولكن بالنحية الأساسية نتوقع أنها خطبة موجهة إلى كل أبناء الشعب العراقي في مساندة هذه الثورة وأن هذه الثورة يجب أن تكون رمزا وطنيا كثورة العشرين عندما شاركت جميع فيها بغض النظر عن المسميات ونحن اليوم في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن تكون هذه الثورة أيضا ثورة كثورة العشرين في مداياتها التاريخية والحضارية والإنسانية التي رتبت كل الأمور السياسية وعدت إلى مستقبل صحيح وسليم في إطار هذا الجهن طيب دكتور خالد المرجعية ورفضها الرفض القاطع لهذه الأحزاب السياسية المتعاقبة التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه وأيضا كونها تقف مع إرادة الشعب بالتغيير والإصلاح إلى أي مدى موقف المرجعية داعم للخطة الإصلاحية وخارطة الطريقة التي دعا إليها تيار الصدري الأول شيء المرجعية أيضا تحدثنا قبل أيام في مسارين مسار الأمم المتحدة ومسار المرجعية أنا أتوقع سوف يكون للمرجعية داول كبير جدا في خطاب واضح المرجعية منذ 2016 تحدثت بشكل واضح عبر السيد الصافي قالت بأن صوت المرجعية قد بح فيما يتعلق بالرشادات والنصف لكن الطبقة السياسية كانت بعيدة كل البعد عن هذه الرشادات فلذلك نتوقع أغلقت أبواب المرجعية خصوصا مرجعية السياسيستاني التي تمثل نقطة مفصلية مهمة جدا في تاريخ العراق بعد 2003 والذي كان له دور كبير جدا في عملية الانتخابات وكتابة الدستور والحديث عن المعادلة الديمقراطية وخروج القوات الأمريكية من العراق كل هذه المعادلات كانت معادلات من المرجع الديني السياسيستاني لذلك أنا أتوقع التأكيد السيد الصدر أمس أيضا بأن المرجعية في بغدال وفي النجف بالتحديد هي المرجعية التي يجب أن يكون لها أتباع لا أن تكون المرجعية الخارج وفيه إشارة كبيرة جدا إلى ما يتعلق بحسم هذه المدىات لكن أنا أتوقع بالتأكيد سوفي كل المرجعية دور كبير جدا في عملية الانتخابات وأيضا الإشارة بشكل واضح إلى الجوانب السياسية والقوة السياسية التي انحرفت كثيرا عن المسار الصحيح والسليم في تقديم الخدمة طيب دكتور خالد البعض يقول بأن قيس الخزعلي ونوري المالكي لديهم أو ربما يقفوا أمام الذهاب ذهاب الإطار إلى انتخابات مبكرة إلى أي مدى لديهم القوة والنفوذ أن يقفوا أمام إرادة الشعب العراقي وأيضا أمام دعم المرجعية لهذا التوجه يعني السيد المالكي تحدث بشكل واضح حمس بأننا مع انتخابات مبكرة ولكن العودة في إطار الدستور والمؤسسات الدستورية وهذا يشكل بشكل حقيقي إلى مسألة مجلس النواب العراقي بمعنى أنه مع إجراء انتخابات مبكرة ولكن وفق الأهليات التي يتم عليها حتى السيد أو الشقيس الخزعلي قال في أكثر مناسبة بأنه مع الدعوة لانتخابات مبكرة ولكن وفق مسارات تؤمن بها جميع القوى السياسية العراقية أن نتوقع كل الشخص اليوم السياسية من الطبق السياسي العليا في العراق اليوم هي تؤمن بإجراء انتخابات مبكرة ولكن تريدها وفق معادلات تتفق بها القوى السياسية جميعها لا أن تكون هي معادلة تستثني طرف على حساب طرف آخر وهذا ما أكده أيضا السيد فالح الفياض رئيسية الحجد الشعبي أمس عندما قال بأن التغيير والإصلاح هو مطلوب وأساسي ولكن يجب أن يجتم عليه فيه الشركاء في المشهد السياسي العراقي من أجل الخروج من هذا المنسلق والأسمنة السياسية والانسدار السياسي شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من بغداد الدكتور خالد عبدالإله عبدالستار عميد كلية العلوم السياسية في جامعة المستنصرية شكرا جزيلا لك ستوديو الحدث مستمر وفيه بعد هذا الفاصل البيت الأبيض يقول إن الوقت يضيق جدا أمام إيران لتوصل الاتفاق بشأن الملف النووي وقعت القذيفة والشماية تطايا حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب حيث أن العربية والأول من يدخل هذه المناطق الخطيرة نبتعد قليلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين مجددا إلى استوديو الحدث لليوم الثاني على التوالي تستأنف في فيينا المفاوضات النووية مع إيران وحذر البيت الأبيض من أن الوقت يضيق جدا أمام إيران لقبول العودة إلى الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن هناك عرضا مطروحا على الطاولة وينبغي على الإيرانيين قبوله وأضف أن واشنطن تحث طهران على قبول هذا العرض المطروح على الطاولة ويقضي العرض المقترح بموافقة إيران على ضوابط صارمة على قطاعها النووي الذي يشتبه في أنه يخفي برنامجا عسكريا سريا مقابل تحصلها على رفع تدريجي لعقوبات اقتصادية خانقة من فييناي ينضم إلينا موفد الحقيقة حدث حسين قنيبر أهلا بك معنا حسين لك أن تطلعنا كيف هي الأجواء في سير هذه المباحثات وعلى ماذا يتم الحديث الآن هل بتنا قريبا من الوصول إلى الاتفاق النووي أم ما زال الأمر معقد نعم أهلا بك تهاني أولا أشير إلى الجديد المتمثل في لقاء عقدة قبل قليل هنا في قصر الكبور الذي يستضيف المحادثات النووية عقد بين ميخايل أوليانوف وهو عضو الوفد الروسي المفاوض وسفير بلاده في النمسا عقد بينه وبين علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية ورئيس وفد بلاده إلى فيينا هذا جديد الاجتماعات طبعا سبقت ذلك اجتماعات كانت عقدت بعض ظهر وليل أمس أحدها جمع روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص حول إيران بأنريك مورا نظيره في الاتحاد الأوروبي أيضا التقى علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية بأعضاء في الوفد الصيني أمس وفي الوفد الروسي بالوفد الروسي أيضا كما التقى بنائب وزير خارجية النمسا البلد المضيف لهذه المحادثات بالنسبة لما يجري نقاشه يقول مسؤول أوروبي أن النقاش يتمحور حول خمس نقاط تقنية بعضها لها طابع سياسي هناك فرص حقيقية لحصول تقدم خلال هذه الجولة التفاوضية يقول المسؤول الأوروبي لكن المفاوضات ستكون صعبة ليل أمس قال مسؤول أوروبي ردا على سؤال للحدث إن النقاش يجري تحديدا حول أي ظروف سترفع العقوبات من خلالها وما هي العقوبات التي سترفع قبل غيرها قال هذا المسؤول الأوروبي أنه لا يوجد أفق زمني لنهاية هذه الجولة من المحادثات هي يمكن أن تنتهي اليوم ويمكن أن تنتهي غدا ويمكن أن تنتد إلى صباح الأحد المقبل من بين العقبات الرئيسية مطالبة إيران برفع اسم الحرس الثوري عن القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية وهو ما ترفضه واشنطن مؤخرا رددت مصادر غربية أن طهران تخلت عن هذا المطلب لكن مصدرا في الوفد الإيراني رفض الحديث عن هذا التخلي شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات بالطبع سنبقي عينا على الجديد من فيينا مفد الحدث حسين قنيبر شكرا جزيلا أكد مسؤول أوروبي مطلع على مباحثات فيينا حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني أن آلية رفع العقوبات تمثل عقبة رئيسية أمام التوصل الاتفاق وأضف المسؤول الأوروبي أن المفاوضات مع إيران تتضمن ملفات تقنية ولكن لا تخلو من الطبع السياسي وأشار أيضا إلى أنه لا توجد أفق زمنية لجولة التفاوض الحالية مع إيران وأن الولايات المتحدة ترفض تقديم أي ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق الجديد مستقبلا مشاهدين يبدو أن الفجوة آخذة في الاتساع بين إيران والولايات المتحدة مع بدء الجولة الأخيرة من المحادثات النووية الأخيرة في فيينا هذا الاستنتاج جاء بحسب ما نقلت بلومبرك عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي رفضوا الكشف عن هويتهم إذ أثيرت قضيتان جديدتان على الأقل في إطار عملية إحياء الاتفاق النووي ما يرفع عدد العقبات وإطالتها في عملية التفاوض إلى ستة أو سبع عقبات وتابعت بلومبرك نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أنه على الرغم من أن العقبات المتبقية يمكن إزالتها من الناحية الفنية في غضون 72 ساعة فإن ذلك سيتطلب قرارات سياسية رفيعة المستوى من قبل كل من طهران وواشنطن حيث تبدو الرغبة في التسوية صامتة الدبلوماسيون الأوروبيون تابعوا حديثهم قائلين إن إيران تراجعت عن مطالبها السابقة بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني وكذلك إصرارها على أن تضمن الولايات المتحدة عدم نقضها للاتفاق النووي مرة أخرى إضافة إلى إصرار طهران على إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في الأنشطة النووية المستمرة منذ عقوده كقضية رئيسية وكشف الدبلوماسيون الأوروبيون أنه تم إحراز تقدم بشأن تعويضات محددة من شأنها أن تضمن عوائد اقتصادية لإيران حتى لو ألغت الإدارة الأمريكية الجديدة أو الكونغرس الصفقة مرة أخرى هنا بلومبرغ كشفت أن أي إحياء للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 قد يسمح بإنتاج وتصدير المزيد من الطاقة من قبل إيران التي تمتلك ثاني أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطي نفطي لمناقشة كل هذه النقاط والاحتمالات المقبلة عليها هذه المفاوضات من القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك معنا دكتور محمد دكتور محمد ما هو السيناريو المقبل هل بات العودة إلى الاتفاق النووي وشيكة للاستفادة من الغاز والطاقة الإيرانية في الأسواق العالمية في هذا التوقيت أم ستبقى التعقيدات قائمة فيما يخص العقوبات الأمريكية على إيران يعني مسألة الحاجة إلى مصادر الطاقة الإيرانية هي نقطة ضعف الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية الآن بالتأكيد في ظل تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية الغرب الأوروبا الاقتصادات الأوروبية تحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لديهم مصلحة في حلحلة الملف الإيراني بشكل عام بما يتضمن إمكانية يعني عودة الإنتاج الإيراني من الطاقة إلى الأسواق مرة أخرى لخلق حالة من التوازن داخل هذا السوق المهم وبالتأكيد إيران تدرك هذه المسألة وبالتالي هذه الورقة قد تستخدمها إيران لمزيد من الضغط على الجانب الآخر للحصول على مزيد من الامتيازات إيران مازالت تركز الآن على قضيتين أساسيتين القضية الأولى هي قضية وقف التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الزرية والقضية الثانية تتعلق بالعقوبات هناك جدول مطروح غير معلن أو غير معروف تفاصيله حتى الآن فيما يتعلق برفع العقوبات ربما إيران تطالب برفع كامل للعقوبات كجرعة واحدة هناك قضايا أخرى لا يوجد تصور نهائي بشأنها حتى الآن هو قضية مستقبل الحرس السوري أو وضع الحرس السوري على قائمة التنظيمات الإرهابية هناك جدل حول إمكانية تأجيل هذه القضية ولكن في نفس الوقت هناك أراء تتحدث عن مطالبة إيران بتأجيل رفع الحرس السوري الإيراني من على قائمة التنظيمات الإرهابية ولكن يجب رفع الكينات الاقتصادية التابعة للحرس السوري من قائمة هذه التنظيمات فما زال هناك جدل حول هذه الأمور بالإضافة إلى ذلك هناك حزمة من القضايا الفنية بالتأكيد لن تكون سهلة خاصة بعد أن وصل مستوى التخصيب الإيراني إلى أكثر من 60% وهذه تعتبر قضية مهمة فضلا عن كمية الإيرانيوم التي تم تخصيبه سواء بنسبة 20% أو أكثر من 60% كل هذه الأمور تحتاج إلى إجابات فنية من الجميع طيب الدبلوماسيون الأوروبيون قالوا بأنه تم إحراس تقدم بشأن التعويضات المحددة التي تضمن عوائد اقتصادية لإيران حتى لو جاءت إدارة جمهورية في البيت الأبيض لا تتأثر إيران من هذه الناحية فيما يخص العوائد ما هي هذه الضمانات التي يمكن أن تحقق هذه الاستمرارية للاقتصاد الإيراني؟ لا توجد تفاصيل حول طبيعة هذه الضمانات ولكن الواضح أن المسودة الأوروبية تتحدث عن تعويضات اقتصادية تعويضات اقتصادية لإيران في حالة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذه مسألة في تقديري ربما لا تقبلها إيران لأن القضية لا ترتبط بتعويضات اقتصادية بقدر ما ترتبط بعودة جملة المشاكل مرة أخرى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وخبرة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المواقع في عام 2015 حتى الآن تشير إلى حجم التعقيدات الضخمة التي ظهرت بين جميع الأطراف فبالتالي مسألة التعويضات الاقتصادية ربما لا تكون كافية من وجهة نظر إيران وربما إيران ما زالت متمسكة بتحويل هذا الاتفاق إلى اتفاق ملزم قانوني بمعنى أن يتم إقراره داخل الكونجرس ووجهة النظر الأمريكية ترفض ذلك بشكل كريم طيب دكتور محمد البلومبرغ تحدثت وقالت بأن إن عادت واشنطن إلى اتفاق 2015 هذا يضمن باستمرارية الغاز ومنتجات الطاقة في الأسواق العالمية من الجانب الإيراني هذا على الدواء نواحي الاقتصادية ولكن هذه العودة كيف سيكون لها تأثيرات إيجابية في المناطق المتوترة من الميليشيات الإيرانية؟ اليمن مثلا سوريا لبنان للأسف هذه القضية تم استبعادها من المفاوضات في فيينا منذ أن بدأت هذه المفاوضات كان وجهة نظر إدارة ترامب أن العودة حول العودة إلى الاتفاق يجب أن يكون متضمن قضايا أخرى التفاوض حول القدرات الصاروخية الإيرانية التفاوض حول السياسات الإيرانية في المنطقة أو ما وصفت بالسياسات المزعزعة للأمن والاستقرار كانت هناك حزمة من المطالب الأمريكية في عهد إدارة ترامب عندما تم الانسحاب من الاتفاق ولكن تم تحييد هذه القضايا أو استبعادها من التفاوض وقصر التفاوض في فيينا على الاتفاق النووي فقط الآن أعتقد أن هذه القضايا للأسف لا علاقة لها بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني وهذا يعتبر إلى حد كبير أحد نقاط ضعف العودة مرة أخرى إلى الاتفاوض سنبقي عينا حول كل النقاط المحتملة فيما يخص هذه المفاوضات أشكرك من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا في ملف آخر ذكرت صحيفة النهار العربي أن قرابة الثلاثة آلاف لاجئ سوري يصلون شهريا إلى تركيا آتين من إيران التي يدخلونها خلصة عبر شبكات التهريب وكشفت الصحيفة عن تلقي ضباط وعسكريين إيرانيين وأتراك عند طرفي الحدود مبلغ ألف دولار أمريكي على كل فرد يعبر مقابل غض النظر وأضافت أن مئات اللاجئين يتعرضون لأشكال فضيعة من العنف من قبل بعض حرس الحدود في حال عدم توافقهم مع قادة شبكات التهريب من سوريا إلى كردستان جوا فإيران برا ومنها إلى تركيا مسار سلكته عائلة سورية قررت الذهاب إلى تركيا عبر شبكات التهريب مسار استغرقت مدته ستة أشهر حافلة بالمخاطر لا سيما بالمناطق الجبلية القاسية بين إقليم كردستان وإيران هي رواية استهلت بها صحيفة النهار العربي تقريرا يسلط الضوء على عمل شبكات الإتجار بالبشر لا إحصاءات رسمية عن أعداد السوريين الذين يصلون إلى تركيا شهريا عبر هذا المسار لكنهم بالآلاف كما ينقل التقرير عن أحد الصحفيين الاستقصائيين التقديرات تفيد بوصول ثلاثة ألاف سوري شهريا إلى تركيا إلى جانب أضعاف هذا الرقم من الأفغان ما يشير إلى تعاون واضح بين منظمات التهريب وقادة نقاط الحرس على طرفي الحدود ضباط وعسكريون إيرانيون وأتراك يتلقون وفق التقرير قرابة الألف دولار أمريكي على كل فرد يعبر مقابل غض النظر لدقائق مئات اللاجئين يتعرضون لأشكال فضيعة من العنف وإطلاق الرصاص الحية عليهم من قبل بعض حرس الحدود في حال عدم توافقهم مع قادة الشبكات المهربون وفي مرات غير قليلة أشتروا من اللاجئين مجوهرات وعملات أجنبية وهواتف نقال أيضا بأقل من نصف سعرها الحقيقي فقط لتقديم خدمة العبور من نقطة إلى أخرى التقرير يوضح أن السوريين لا يعبرون مباشرة إلى إيران مباشرة حيث لا يحتاجون إلى سمة دخول لماذا؟ لأنهم يودون الدخول من دون أي صفة رسمية تجنبا لاحتمال إعادتهم مرة أخرى وما أن يصل إيران حتى يأخذ المهربون جميع وثائقهم الرسمية لتكون بمثابة آدات ابتزاز تستخدم في حال عدم التزامهم بالتعليمات المهربين ومن ثم يرسلون أو يرسلون إلى تركيا بعد الحصول على مبالغ مالية إضافية لمناقشة هذا الملف من عمان ينضم إلينا الناشط السياسي السوري أحمد المسالمة أهلا بك معنا سيد أحمد سيد أحمد أولا أقرأ التقرير حقيقة سألت لماذا لا يذهبون مباشرة إلى تركيا تركيا استقبلت الكثير من اللاجئين لماذا فضلوا الذهاب إلى هذه السلسلة كردستان ومن ثم إلى كردستان إلى إيران وبعد ذلك إلى تركيا نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدم الذهاب إلى تركيا بشكل مباشر لأن تركيا الآن فرضت نوع من الفيزا والتأشير لدخول السوريين على الأراضي التركية وأيضا الشريط الحدودي السوري التركي هو بشكل شبه مغلق بشكل كثير جدا حيث تقوم قوات الحرص للحدود التركية المعروفة بالبشمرقة بتعذيب السوريين وإهانتهم واطلاق النار عليهم مما يستدعي للسوريين الذهاب إلى مناطق أخرى والالتفاف على هذه الحدود للوصول إلى الأراضي التركية ومنها إلى أوروبا حيث يكون خط سوريا كردستان العراق هو الأفضل كون هناك الفيزا تكلف 150 دولار فقط وهي مفتوحة للسوريين للذهاب إلى هناك إن كان بمجال العمل أو السياحة عبر مكاتب مختصة بهذه الأمور ومن ثم تسليمها إلى شبكات التهريب التي توصلهم إلى الأراضي الإيرانية ومنها إلى الأراضي التركية تركيا تمنع دخول السوريين من أي دولة بالعالم إلى تركيا إلا بعد فرض تأشيرة فيزا وهذه التأشيرة للفيزا هي تأخذ مدة وطويلة وأيضا لها شروط قاسية يعجز عليها أكثر من 99% من السوريين المقيمين خارج الأراضي السورية والمقيمين داخل الأراضي السورية تمنع دخولهم إلى الأراضي التركية ومن حاول منهم الدخول عبر الشريط الحدودي السوري التركي هناك الكاميرات المراقبة والحرارية وأطلاق النار الكبير ونحن نسمع كثيرا عن عمليات قتل وخطف للسوريين هناك هل تم البحث والتحري حول الشبكات التي تساعد السوريين لذهاب إلى كردستان كخطوة أولى؟ هناك مكاتب سياحية تقوم بهذه العمليات وهي بكل أسف مرخصة بكل الدول التي ينتمي أو يتواجد إليها فيها السوريين حيث يتم عبر فيز نظامية من السفارة العراقية في هذه الدول بالاتفاق مع الحكومة المركزية في إقليم كردستان بإصدار تأشيرات خروج إلى أرابيل في العراق ومن ثم الذهاب إلى مناطق التهريب المهربين مرتبطين مع مكاتب سياحية تتم إدارة هذه المكاتب السياحية من قبل شبكات التهريب التي تكون دائما من عدة شبكات تهريب وليس من شبكة تهريب واحدة وكما الجميع يعلم بأن السوريين أو غير السوريين من الذين يريدون العبور الحدود يتم بيعهم من شبكة إلى شبكة من شبكات هؤلاء المهربين نحن نتحدث عن قرابة ثلاثة آلاف لاجئ سوري شهريا يدخلون إلى تركيا عن طريق التهريب بهذه الطريقة التي ذكرناها هل هذه الأرقام صحيحة أم هناك أرقام مستحدثة؟ الضغط الكبير الذي يعيشه الشباب السوري والعائلات السورية في الداخل السوري من عدم توفر أي شيء من الحياة والتعامل معهم كأنهم سكان وليس مواطنين من النظام السوري وسلب ممتلكاتهم والإهانات التي تتعرضون عليها يجبرهم على الفرار من سوريا والخروج من سوريا الرقم ثلاثة آلاف قد يكون قليل أو ما تم إحصائه في الفترات الماضية أما في فترة الشتاء الأرقام ترتفع كون المناطق هناك تكون ثلجية ويكون الأعداد أكثر وأكثر للذهاب من هذه المناطق وأسهل للخروج وأرخص ثمنا الآن في الصيف ترتفع الأرقام لأن هناك تشاهد هذه المناطق ويكون هناك الوجود الأمني والوجود الحرص العدود وهو بكل ما تعنيه الكلمة هم متطابقين ومتوافقين ويتفقون على كل المهجرين الذين يخرجون من غاد من هذه المناطق ويريدون الذهاب إليها الأرقام تزيد حسب الأسعار وحسب الحل الزمني نعم أشكرك جزيلا شكر من عمان الناشط السياسي السوري أحمد المسلمة شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات مشاهدين ناتي إلى ختم الساعة الأولى من برنامج استوديو الحدث دوما الحدث على منصات التواصل الاجتماعي تابعوها وتفاعلوا معها وزوروا الموقع الإلكتروني الحدث دوت نت لمعرفة كل ما هو جديد أنتظرون دقائق نلقاكم في ساعتنا الثانية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قوات المسلحة طيب يعني ما موقع الجزيلا في السلطة بس أنتو يعني جزء مما قمتم عليه ضد نظام نماري كان قوانين سبتمبر لماذا لم تلغيها حكومتك رئيس الوزراء السوداني الأسبق الجزول دفع الله لما تنشف المجل العسكري في نهاية المطاف يعني وصلنا إلى أنهم يسودوا ولا يحكموا ونحن نحكم ولا نسود الذاكرة السياسية الجزء الثالث الليلة العاشرة والنصف على شاشة العربية نازلنا هنا الغصف ونازلنا هنا الطيران والحجينة هنا سهل الوكم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب للسماء طفولة يسرقها الجوة أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال أجائز وأطفال فرمنا من الجحيم ماحثونا عن المجهول نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة بارد ينضم إلينا مرسل الحدد نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومات كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات القوثية ما الذي تريد ميليشي الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعطف الام في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرق هذا المكان لم تصله أقدام الميليشي الحوثية وبقي صابداً رغم الطرابات المكثفة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوة مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشي الحوثية على الأرض في الداخل اليمني وقعت القديمة والشغاية تطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب حيث أن العربية والحياة أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة ليه؟ نمتعد قليلاً عالمنا في تحول دائم تتغير المعطيات فتختلف النتائج نصبح على حدث ونمسي على آخر ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث من قلب الحدث بالثقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار الثاني عليك أن تحصل على المعلومات الصحية الحدث ممثل الصدر في صلاة الجمعة الموحدة يهاجم الميليشيات والطبقة السياسية الشيعية ويؤيد حل البرلمان بذلك بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة ومنهج المحاصص المقيد والتقاسم وكذلك المفاوضات النووية تستأنف في فيينا في يومها الثاني وروسيا متفائلة وواشنطن تحذر من نفاذ الوقت للمرة الثانية بوتين يلتقي أردوغان وملف أوكرانيا وسوريا على رأس قائمة المباحثات بعد رازوني ثلاث سفن محملة بالحبب الأوكرانية تغادر نحو وجهات متعددة أمريكي عمل في أفغانستان يكشف وأن فيلا الظواهري كانت استأجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعشر سنوات أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج استوديو الحدث في ساعته الثانية قال ممثل مقتدى الصدر في صلاة الجمعة الموحدة مهند الموسوي إن العراق أصبح مرتعا للفساد والفاسدين كما يتصدر قوائم الفساد في الترتيب العالمي بسبب سياسات الحكومات السابقة ومنهج المحاصصة والتردي في مجالة الصحة والخدمة والأمن وانتشار الميليشيات المسلحة غير المنضبطة في البلاد فبعد أن أصبح العراق أسير الفساد والفاسدين حتى صار مع شديد الأسف يتصدر قوائم الفساد في العالم والجميع يشهد بذلك بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة ومنهج المحاصصة المقيت والتقاسم وكذلك التردي الواضح في مجالات الخدمات والصحة والتعليم والأمن وغيرها ووصول أعداد كبيرة من أبناء الشعب العراقي إلى دون خط الفقر في مقابل الإثراء الفاحش على حساب قوت الشعب وانتشار السلاح والمجاميع المسلحة غير المنضبطة وتفش الجريمة والمخدرات وغيرها كل ذلك هو نتاج الأحساب المتسلطة التي تعمل بالتبعية لخارج البلد والتي خلت من أي رابط من روابط الانتماء للوطن حتى وصل الحال إلى نتائج مخجلة ومؤلمة خصوصا للطبق السياسي الشيعي وكان عشرة الآلاف من أنصار التيار الصدري تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر إلى ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء لأداء صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا تقومي ليلا ونهارا من بغداد ينضم إلينا مرسل الحدث سامر الكبيسي أهلا بك معنا سامر مجددا سامر بعد كلمة ممثل الصدر كيف كان وقعها على المحتشدين والمعتصمين في المنطقة الخضراء وإن كانت أي ردود أفعال سياسية خرجت بعد ذلك مساء الخير مجددا تهاني ربما لم يأتي خطيب الجمعة الموحدة بجديد خاصة وأنه أكد على أن السيد مقتدى الصدر يحارب الفاسدين ويدعو إلى الإصلاح إضافة إلى الانتخابات المبكرة وحل البرلمان بمعنى هو أكد ما ذهب إليه زعيم التيار الصدري في وقت سابق لكن ربما على المستوى الآخر المستوى الميداني الحشود بعد أن انتهت الصلاة الموحدة ذهبوا باتجاه مبنى البرلمان العراقي لمواصلة اعتصامهم طبعا لليوم السابع على التوالي ننتظر طبعا بيان أو تغريدة من قبل وزير القائد كما يطلق عليه الصدريون لمعرفة ما هي الآلية المرتقبة أو الآلية القادمة من ناحية المعتصمين داخل مبنى البرلمان هل سيستمر الاعتصام لأسبوع آخر أم سيحدد الاعتصام إلى وقت محدد لحين ربما مناقشة المباحثات السياسية التي تجري الآن على قدم وساق كان على مستوى الاتفاق بين جينين بلاس خارت والسيد الصدر قبل ساعتين من الآن أو ساعة من الآن لإيجاد حل ومخرج للعملية السياسية التي تمر ربما بأسوأ حالتها منذ 2003 إلى يومنا هذا خاصة مع انغلاق سياسي لم يشهده العراق فيما مضى خاصة وأننا أمام انتخابات جديدة ومبكرة أخرى وهي التي لم تشكل حكومة في الانتخابات السابقة بمعنى نحن أمام طريق مغلق حتى هذه اللحظة على ما يبدو أن تحركات جينين بلاس خارت ستنتج مبادرة أممية لحل هذا الموضوع وربما الأمم المتحدة ستكون هي الضامن بين الأطراف السياسية خاصة بعد عدم الاتفاق لأكثر من مرة طيب سامر هل هناك أي معلومات حول الحكومة التي سترسم خارطة الطريق المقبلة هل سيكون هناك حكومة وافقية بين الأطراف السياسية أم سيتم الإبقاء على حكومة السيد مصطفى الكاظمي ماذا يتم التداول في هذا الشأن؟ تهاني حتى هذه اللحظة السيد مصطفى الكاظمي ما زال رئيس الوزراء وإن كان بحكومة تصريف أعمال لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع من قبل كل الكتل السياسية عدا الإطار التنسيق الذي ما زال متمسكا حتى هذه اللحظة بمحمد شيع السوداني لكنه قدم محمد شيع السوداني هذه المرة كحكومة تكون حكومة انتقالية مهمتها الإشراف على الانتخابات القادمة لكن هذا لم يلقى رد فعل حتى هذه اللحظة من قبل الكتل السياسية أعتقد لا يوجد خلاف بحسب ما نسمع وحسب المؤشرات الموجودة على إكمال مصطفى الكاظمي للفترة القادمة من أجل انتخابات أخرى أو انتخابات مبكرة أخرى عدا الإطار التنسيقي ربما هو المعترض الوحيد بشكل واضح وصريح على استمرار مصطفى الكاظمي بالحكومة إذا ما كان هناك انتخابات أخرى جديدة متى متوقع يعني حسب المعطيات السياسية والحوارات مع الأمم المتحدة وأيضا الأحزاب السياسية إن كانت هناك إجماع كلي من الكافة الأحزاب على الانتخابات متى متوقع أن تكون هذه الانتخابات خلال هذا العام أم سترحل إلى العام المقبل طبعا تهني من المبكر الحديث عن موعد الانتخابات لكن ما زالت حتى هذه اللحظة مفوضية الانتخابات تحدث بيانات الناخبين خاصة السنوات الجديدة التي يتم إضافتها إلى سجل الناخبين لكن على ما يبدو إن كان هناك فعلا انتخابات مبكرة سيتم الاتفاق عليها بشكل كامل ستكون في العام المقبل حسب المؤشرات طبعا وربما لن تتجاوز تشرين المقبل في سنة 2023 بحسب المصادر التي نسمع عنها التي تتحدث طبعا عن الانتخابات المبكرة لن تكون هذا العام خاصة وأنها تحتاج إلى أولا وفرة مالية تتجاوز الثلاثمائة مليون دولار على الأقل كما كانت الانتخابات الحالية التي أنتجت هذا البرلمان أو الانتخابات السابقة طبعا تهني في حال أقيمت الانتخابات الجديدة بمعنى نحتاج إلى مبالغ مالية والاتفاق على القانون هل سيكون هو ذاته القانون التي يقيمت عليه الانتخابات أم سيتم تغييره إضافة إلى مفوضية الانتخابات التي اعترض عليها الإطار التنسيقي تهني ربما ماراثون الانتخابات المبكرة الجديدة سيطول على الأقل سيتم الاتفاق عليه خلال هذه السنة فقط طيب الاتفاق خلال هذه السنة بالنسبة لقانون للانتخابات من مخول أن يتحدث حول هذا القانون سواء أن يتحدث عن الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات المحافظات المحافظات أو المحافظين من معني بأن يطرح هذا القانون من معني بتعديل هذا القانون حكومة انتقالية جديدة أم الحكومة الحالية إن بقت على حالها تهاني القوانين حصراً داخل مجلس النواب يتم تعديلها وتشريعها لكن لا نعلم كيف سيكون الاتفاق السياسي هل سيحل البرلمان نفسه قبل أن يحدد موعد للانتخابات المقبلة وأيضاً قبل أن يحدد الكلفة المالية إضافة إلى هل ستكون هي ذاتها المفوضية للانتخابات أم سيتم انتخاب مفوضية جديدة والتصويت عليها طبعاً داخل البرلمان ربما الأحاديث الآن تدور داخل الأربقة السياسية حول شكل الانتخابات القادمة كيف ستكون هل بذات القانون أم سنعود إلى قانون سانت ليغو وهو القانون الذي ربما لا يرضي الصدر مجدداً خاصة القانون الذي تمت عليه الانتخابات الحالية التي نحن فيها هو باتفاق جميع الكتل السياسية وموافقتها والتصويت عليه داخل البرلمان خاصة أنه كان أحد المطالب لاحتجاجات تشرين 2019 شكراً لك على كل هذه الإضاحات من بغداد مراسل الحدث سامر آيكو بيسي شكراً لك سامر واليوم التقت ممثلة الأمينة العام للأمم المتحدة لدى العراق جنين بلسخارت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقره في الحنانة ووصفت بلسخارت اللقاء بالجيد مضيفة أنها ناقشت مع الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية قبل ذلك وعقب اجتماع عقده في منزل الحكيم أعلن الإطار التنسيقي في العراق دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة لكن شريطة تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها وطالب الإطار التنسيقي عبر بيان باحترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها ينضم إلينا من بغداد رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني أهلا بك معنا أستاذ رحيم الإطار التنسيقي بعد الاجتماع الذي عقده في منزل الحكيم وضع شروط للذهاب إلى العملية الانتخابية للبرلمان ما هي هذه الشروط ومتى ممكن أن يكون الإطار التنسيقي جاهزا لإعلان حل البرلمان شكرا للمساعدة في الحقيقة الإطار التنسيقي واضح وصريح أمام الشعب العراقي وأمام الكتل السياسية التي أعربت عن عدم موافقتها على حل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات مبكرة إلا بقرار وطني وأعتقد أن هناك دعوات كانت من دولة رئيس الوزراء لطاولة حوار الاتفاق وكذلك الرئيس برهم صالح دعا إلى الحوار الوطني وكذلك الأمم المتحدة دعت إلى الحوار الوطني كل القوى السياسية تدعو إلى طاولة حوار ما بين الفرقاء السياسيين وما بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي وبالتالي من خلال ذلك يمكن أن ننفذ إلى حل لا يمكن الولوج إلى حلول سياسية ما لم تكن هناك قرارات سياسية وتنازلات أمام الفرقاء السياسيين وخصوصا في البيت الشيعي لكن دعيني أصحح بعض المجاة في تقريركم في الحقيقة أن المعنى الأول والأخير في قضية مسمى رئيس الوزراء هي الكتلة الإطارية وليس غيرها اليوم هي تعتبر الممثل الحقيقي للمكود الأكبر الشيعي الذي درج عليها العرف السياسي أن يكون هو من حصتها رئيس الوزراء وبالتالي الآخرون قد يبدون رؤيتهم ولكن ليس بمعزل عن رؤية الإطار التنسيقي الذي اليوم يصر هو على محمد الشاعر السوداني أنه من الممكن أن يكون رئيس الوزراء للحكومة القادمة فيما عداه تكون سيناريوهات أو تكهنات أخرى المبادرة التي قدمتها بالأسخارت هل هي تتوافق في بنودها مع مطرحه مقتداء الصدر وما هو موقف الإطار التنسيقي منها عفوا أي مبادرة التي تحدثت عنها بالأسخارت بأن هناك خارطة طريق للخروج من الإنسداد السياسي المبعوثة الأممية يعني للأسف المبعوثة الأممية لم توضح هذه الخارطة الطريق ولكن تتحدث بالتأكيد عن قضية الحوار وأن هناك ضامن للحوار ما بين الإطار والكتلة الصدرية حيث بحث السيد الصدر في خطابه الماضي قبل اليوم عن جهة ضامن للحوار ما بين الطرفين وبذلك أعتقد أن الأمم التحدى وممثلتها سيدة بلاسخارت ستدخل هي الضامن لهذا الحوار ولطاولة الحوار وفيما يجري في الساحة السياسية أعتقد أن لغة الحوار اختلفت تماما أما أبداه الصدر في بداية هذه التحركات السياسية في قضية دخول إلى المنطقة الخضراء واحتلال واستباحة البرلمان العراقي وهي مؤسسة دستورية أعتقد هذا الأمر هو المعطل الآن في قضية حراك البرلمان وتعطيله من قبل سيد رئيس البرلمان لاعتراضه على وجود هذا الكم الهائل من الأعداد المتظاهرة وبالتالي اليوم انسحابهم إلى أسوار البرلمان هو أمر جيد وأعتقد أن الخطوة اللاحقة يجب أن تكون بإخراج هؤلاء المتظاهرين للجلوس إلى طاولة حوار وهذا هو المبدأ الحقيقي للديمقراطية فيه وجهة النظر المختلفة فيه الرؤى المختلفة ولكن بالمحصلة المصحة الأهم صحة الشعب العراقي والتداول للسلطة بشكل سلمي وكذلك رعاية القانون والدستور وهو اللي يكون مظلة راعية لكل القوى السياسية وكذلك لكل التحركات السياسية نعم أنتم متمسكون أو كإطار تنسيقي متمسك بمحمد شيعة السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة طيب هل نستطيع القول أنه هو أساساً مرفوض من قبل التيار الصدري الذي تحرك في الشارع الآن من هو المرشح بأن يكون كرئيس حكومة وافقية بين الأطراف المتضادة الآن أم سيتم الإبقاء على حكومة السيد مصطفى الكاظمي في هذه المرحلة الانتقالية طبعاً وذلك يأتي بالتوافق بين الإطار التنسيقي والصدري يعني ابتداء نحن كحكمة لسنا معنيين بقضية الحكومة القادمة وقلنا رأينا بأنه من الممكن الذهاب بسيناريو هين السيناريو الأول الذي يبقى على هذه الحكومة لوجود تراكمات في أداءاتها وبالتالي أعطاء فرصة هذا أمر وارد في ظل إجماع أو قرار بالتالي كان قرار الإطار التنسيقي هو الذهاب نحوه مسمى السيد محمد الشاعر السوداني واتفق عليه بإجماع وبيان صريح وواضح حوام الكتلة الصدرية لم تعترض الكتلة الصدرية رسمياً على مسمى محمد الشاعر السوداني وسمعنا ذلك كاميران وتكراراً الممثلي السيد الصدر كان الخطاب موجهاً نحو التغيير الجذري والشامل تراجع بعد ذلك إلى قضية حل البرلمان والإتيان بحكومة مؤقتة لإدارة المشهد الانتخابي والدعوة للانتخابات مبكرة إذا كان التيار الصدري لا يعترض على محمد الشاعر السوداني ما الذي جعل السيد عمار الحكيم عندما يخرج في خطاب وتقديم مبادرته الثانية يقول بأنه ليست كل ما تخرج لدينا مظاهرات نقوم بتغيير رئيس الحكومة إلا إذا كان في مشكلة مع رئيس الحكومة الحالي لا 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 هو المسمى يعني رسمياً غير محترض عليه وهي حقيقة أنه تغيير الأسماء ليست بالعملية السهلة هذا أولاً ثانياً أنه في ظل الحوار السياسي الذي يحدث في الساحة السياسية العراقية وجود الاختلافات في الرؤى وأمر معطل لقضية الخيارات يعني أولاً عدم موجود الريحية في هذه الخيارات ثانياً أن هناك إجماع على هذه الشخصية وطني وكذلك من بقية الفرقات السياسية إذن هي النقطة والعلة أنه لا يجب أن يكون هناك تمادي في قضية الاعتراض لأجل الاعتراض فقط هنا شخص السيد الحكيم قضية الاعتراض ليس من أجل الاعتراض والتعطيل التعطيل أمر مرفوض جملة وتفصيلاً يجب المضيب وطورة قانونية والدستورية كما قلت لأن الشعب العراقي يترقب وهو سيد الموقف لا يوجد سيد أعلى من سيادة المصدر السلطات وهو الشعب العراقي وبالتالي كل من يحاول أن يستأثر بالمشهد أي من القوى السياسية هو الخاسر الأوحد في ظل الفساد الكبير الذي اتهمت به كل القوى السياسية وكانت بعض القوى السياسية أيضاً ممن تعمم وتعوم هذه الفكرة وبالتالي هذا أمر مرتبط بالأداءات السياسية للكتل السياسية إذن ما يحصل في الساحة السياسية العراقية هو عبارة عن حوارات سياسية ولكنها مبتورة النهايات باعتبار أنه لا حوار بعد هذه المدة طويلة عشرة أشهر مدة ليست بالقصيرة في ظل انسداة الحوار واضح جداً في الساحة السياسية وأن هناك أطراف تذهب باتجاه الشخصاً للمواقف السياسية شكراً جزيلاً من بغداد رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني شكراً جزيلاً لك على كل هذه الإضاحات استوديو الحدث مستمر وفيه بعد الفاصل الحدث تستضيف شقيقة لليان شعيتو إحدى ضحايا تفجير مرفأ بيروت شكراً جزيلاً للمشاهدة شكراً جزيلاً للمشاهدة شكراً جزيلاً للمشاهدة اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين من جديد إلى برنامج استوديو الحدث يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان اجتماعا جديدا اليوم في سوتشي على البحر الاسود بعد ثلاثة اسابيع من اجتماعهما في طهران ويبحث اردوغان وبوتين الاتفاق الدولي على استئناف صادرات الحبوب الاوكرانية عبر مضيق البسفور وكذلك العملية العسكرية التركية على مناطق نفوذ قسد والحرب الاوكرانية الروسية وغيرها من الملفات الهامة التي ستطرح على طاولة الحوار التعاون التنافسي مصطلح بات يطلقه الخبراء السياسيون على علاقة موسكو بانقرة وجولات الكر والفر التي لا تتوقف منذ عشرين عاما عضو المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية مؤخرا أكد أن الحرب روسيا ضد اوكرانيا أعادت الصورة التي تريدها تركيا لنفسها صورة الطرف الجيوسياسي الرئيسي الفاعل وخاصة أن تركيا أبدأت رغبة في البقاء على الحياة تجاه موسكو بشأن قضية اوكرانيا مع أنها عضو في حلف شمال الأطلسي وبعد جهود استمرت أشهرا وقعت موسكو وكييف اتفاقا مدعوما من الأمم المتحدة في اسطنبول سمح بنقل شحنة من الذرة من أوديسا للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية وذلك لإمداد لبنان ما خفف من مخاوف أزمة غذاء عالمية وتريد تركيا الآن محاولة أفتح باب مفاوضات مع اسطنبول أو في اسطنبول عفوا إذ كان ذلك ممكنا لهدنة بين الرئيسين الروسي والأوكراني فلاديمير زرنسكي بحسب المراقبين أما وزير الخارجية التركي مولوت شاويش أوغلو سبق وأفاد بعد اجتماع مع نظيره الروسي في آسيا بأنه يأمل أن يكون اتفاق الحبوب لوقف دائم لإطلاق النار من جهة أخرى يرى خبير تركي في العلاقات الدولية أن الاجتماع الروسي التركي سيركز على الأرجح على توغل محتمل في سوريا مضيفا أن روسيا يجب أن تحصل على شيء في المقابل حيث ترى وسائل إعلام تركية أن ما يريده بوتين فعليا هو طائرات مسيرة خاصة بعد أن زودت تركيا أوكرانيا بطائراتها القتالية الشهيرة من طراز برقدار تي بي اثنين التي أثبتت فاعليتها ضد الضبابات الروسية اذ دفع موقف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف لخروج تكاهنات من هذا النوع خاصة بتأكيده على أن التعاون العسكري والتكنولوجي هو دائما على أجندة البلدين من اسطنبول ينضم إلينا الدكتور بكير أتجان مدير معهد اسطنبول للفكر أهلا بك معنا دكتور بكير شكرا جزيلا تحياتي لكم جميعا أهلا وسهلا أهمية اللقاء بين الزعيمين الروسي والتركي في هذا التوقيت تحديدا بعد وصول أول سفينة للحبوب إلى لبنان تركيا طبعا بعد ذلك تتجه إلى لبنان أهمية هذه الزيارة من ناحية التوقيت أولا لابد الإشارة إلى نقطة هامة جدا نعم هناك عدة ملفات سوف تكون على رأس هذه اللقاء ولكن من أهمها أو تركيا وحتى الروسيا والعالم تنتظر شيئا ما وهي حول إمكانية وقف إطلاق النار والجلوس على الطاولة لمفاوضات بين الروسيا وأوكرانيا لماذا أقول هذه أهم ملف؟ لأن تركيا تسعى جاهدة بهذه المهمة التي هي صعبة جدا لأن ليس من الأمر السهل على تركيا وعلى الدول التي تسعى أيضا إلى جانب تركيا في وقف إطلاق النار وخاصة لأن الوضع العالمي لا يساعد على وقف إطلاق النار وخاصة إذا أخذنا بين الاعتبار نظام العالمي الجديد التي تسعى إليه إن كانت الولايات المتحدة إن كانت روسيا إن كانت دول الغربية إن كانت صين أو دول عديدة أيضا بما فيها دول الشرق الأوسط فكل دولة تريد أن تلعب دورا مهما وتركيا أيضا تسعى جاهدة بأن تلعب دورا هاما جدا في هذه المفاوضات وتعطي صورة للعالم بأنها قادرة ليست فقط من الناحية العسكرية والاقتصادية وكونها كما هو معروف جو سياسي مهم جو رافي في المنطقة لها أيضا بعض الأمور التي تستطيع أن تفرض على العالم بعض ما تقتنع به وهي حوار مفتوح بين دول العالم من أجل السلام يؤمن للعالم حياة للمستقبل أفضل بكثير مما نحن عليه وخاصة في ظل المشاكل التي تعيشها في العالم ليست فقط سياسية عسكري اقتصادية وإنما مشاكل أخرى ما هي المكاسب التركية إن توصلت فعلا الاتفاق بين الطرفين الروسي والأوكراني في هذه المرحلة خصوصا وكان هناك فيتو واعتراض روسيا على التقدم العسكري التركي في شمال شرق سوريا أولا نقطة هامة جدا المنطقة التركية تريد أن تكون دولة مهمة في العالم من أجل أن تكون لا تكفيها نعم عندها الصناعات الدفاعية نعم جيش قوي نعم اقتصاد نعم موقع استراتيجي ولكن تريد أن تكون لها أنظار العالم واستثمارات العالم في هذه المنطقة فهذه كيف تكون إذا لن تكون سلام دائم في المنطقة يعني الحروب التي حوالها إن كانت سوريا العراق أوكرانيا الروسيا اليونان البحراء منتوسط هذه كلها يعني إشارات سلبية بأنها الدول والشركات العالمية تبتعد تماما عن تركيا بينما لما يكون هناك استقرار وأمن في المنطقة وعلى رأسي التركية هذه تساعدها على الانطلاق بقوة تساعدها على تطوير اقتصادها أكثر بكثير تساعدها على تطوير منتجاتها التي هي تريد أن تكون أيضا مهمة بالنسبة للعالم تساعدها في النظام العالمي الجديد أن تكون لاعب أساسي وليس لاعب احتياطي كما هي الآن لذلك لها يعني لا تعود ولا تحصى إذا أردنا نعود كثيرة جدا لذلك لابد على تركيا أن تستفيد من كل هذه العوامل التي تحتويها بما تخدم مصالحها في الدرجة الأولى لذلك ليس كما يدعى بأن هذا اللقاء هي ملف السوري الملف السوري إذا أتينا إليها ربما تسألين بعد قليل ولكن أنا أريد أن أشيري لها قبل السؤال قليلا لأن الملف المهم بالنسبة لتركيا هي وقف اطلاق النار والجلوس على الطاولة حوار وتفاوضات من أجل السلام بين أوكرانيا وروسيا ولكن الملف الثاني من حيث الأهمية تهتي الملف السوري والتدخل التركي مع العلم بأن الروسيا والدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة لا تعارض على تدخل التركي لقتل الإرهابيين أو لحماية نفسها من الإرهابيين بالنسبة للتركيا ولكن تركيا تصر بأن تكون هناك منطقة آمنة هذه النقطة تضحت يا دكتور باكير دكتور باكير عشان نكسب نزيل من الوقت بالنسبة للاهتمام الروسي بطائرات بدون طيار سواء كنا نتحدث عن طائرات إيرانية والآن نتحدث عن طائرات تركية كيف يعزز الوضع العسكري من ناحية مبيعات الأسلحة في المنطقة لتركيا سيدتي العزيزة الطائرات المسيرة الآن تي بي 2 يعني اثنين أصبحت معتادة وتعطيها لمن تطلب من تركيا هذه الطائرات لأنها لها البديل والحديث تي بي 3 والتي هي مهمة جدا أكثر من اثنين ولكن هذا لا يتعارض مع كونها في حلف النيتو هذا لا يتعارض مع كونها في حلف النيتو لا أظن ذلك لماذا لأن للأسف الشديد حلف النيتو هي التي تضايق تركيا هي التي تستسمر كل إمكانياتها ضدها تركيا على سبيل المثال يعني هي الولايات المتحدة حديثا هناك يعني وقعت أو كشفت المخابرات تركية أوراق ترسلها وسائق حتى وليست أوراق إلى حزب العمال الكردستاني في قنديل وإلى كسد بأن تركيا سوف تنطلق من بعمليات ضدها وعليهم أن يغيروا أماكنهم وأيضا أن يستعملوا الأسلحة التي أرسلت لهم إذن الولايات المتحدة هي التي تلعب دورا كبيرا ضد تركيا في العالم وخاصة في دعمها المطلق للإرهاب من أجل حالة الأمن والاستقرار في تركيا بالرغم من أن هذا الكلام يتعارض مع التحركات التركية الأخيرة هذا الكلام حسب المعطيات السياسية والتحركات العسكرية يتعارض لأن واشنطن تستخدم تركيا لتنفيذ أجندتها في المنطقة سواء كنا نتحدث على شمال العراق نتحدث على صعيد سوريا لماذا الآن باتت تعامل مع الجماعات التي وصفت من الجانب التركي بأنها متطرفة من الجانب الأمريكي في وجه تركيا السيدة العزيزة يعني الولايات المتحدة من أكبر حلفائية في الشرق الأوسط كانت من السعودية إلى فترة قريبة ولكن في نفس الوقت هي تدعم الحسين الولايات المتحدة تدعم الحسين باستلاح والمال أيضا ضد من؟ ضد السعودية واضحة يعني ولا توجد عليها حتى مناقشة العالم كله يدرك هذه الحقائق يعني إيران نوين طيب؟ الولايات المتحدة تلعب لعبة خطيرة تلعب لعبة خطيرة هذه اللعبة تعرف جيدا بأنها دولة عظمى وهذه تعطيها بعض الإمكانيات بأن تلعب كما تريد يعني أعطيكم مثال تركيا إذا لا تريد أو تعارض على الجلوس بدون شروط في حضن الولايات المتحدة ما على تركيا أن تأخذ الحذر لماذا؟ يعني الولايات المتحدة قادرة أن تنصف كل المنشآت الاقتصادية والسياسية والعسكرية في داخل تركيا ومصالح تركيا في الدول المجاورة وحتى في العالم لذلك هذه كلها من ضمن المخططات التي تسعي عليها الولايات المتحدة ولكن هذا لا يعني بأنها تريد أن تحتوي تركيا كما تريد وليس كما تريد تركيا هذه المشكلة لذلك التعاون تركيا لا بد أن تتعاون مع روسيا لا بد أن تتعاون مع دول غربية أخرى لا بد أن تتعاون مع الصين تنوع التحالفات في المنطقة يعني لا يقتصد فقط على تركيا دكتور تركيا تكون العوبة في يد الولايات المتحدة تنوع التحالفات في المنطقة بين الأقطاب السياسية الشرقية والغربية لم يكن فقط توجه تركي ولكن توجهت له أكثر من دول المنطقة الآن شكرا جزيلا الدكتور بكير أتجان مدير معهد إسطنبول للفكر بعد مغادرة السفينة رازوني أكدت وزارة الدفاع التركية صباحا اليوم مغادرة ثلاث سفن شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانية هي نافستار وروجين وبولارنت وسيتم فحص جميع السفن وفق ما ذكره مركز التنسيق المشترك وبهذا تتنفس أسواق الغذاء الصعداء بعد أن لاحت في الأفق بوادر أزمة غذائية عالمية بسبب الحرب الأوكرانية أحيى اللبنانيون الذكرى الثانية لانفجار المرفع بمشاركة مئات المواطنين وبالتزامن مع المسيرة التي وصلت إلى مكان وقوع الانفجار هبطت صوامع إضافية من إهراءات المرفع وقد طالب الأهالي المجتمع الدولي بلجنة دولية لتقص الحقائق بعدما أعاقت السلطة اللبنانية سير التحقيقات من أمام قصر العدل في بيروت بدأ أهالي ضحايا انفجار المرفع سلسلة تحركات تزامنا مع الذكرى الثانية للفجار الرابع من أب فالمتهمون حاولوا تمس الحقائق ووقف التحقيقات ونجحوا بتجميدها منذ ديسمبر العام الماضي قبل وصولهم إلى المرفع توقف الأهالي أمام السفارة الفرنسية فالبلدون الذي يصفه اللبنانيون بالأم الحنون يرفض تقديم طلب أمام مجلس حقوق الإنسان لتشهيل لجنة تحقيق دولية لنا سنتين هالسنتين التوقيف والتعرق الهروب من العدالة والقرف يلي عايشونا إياه نحن نعتبر أنه ستوب لهونه بس وبرهنا للعالم كله أنه العدالة فشلت من هالمنطلق كان صلنا سنتين عم نشغل على لجنة تقص الحقيق يوم يلي هي كانت موقفة ما لنا مسهلة من دولة فرنسا ومن هيك جينا لهون وما أعطيناها رسالة قبل عامين غادرت مجموعة من تسعة الشبان والشابة مركز فوج الإطفاء معتقدين أنهم سيتمكنوا من إطفاء حريق دمر نصف المدينة عاد أهليهم إلى المركز ذاته حاملين نعوش أبناء لطخط بالدماء ورفعين صور رجال إطفاء دفعوا حياتهم ثمن إخفاء نترات الأمونيوم في عنبار الموت نعوش الملتخة بالدم باكي عن جد العالم ترجع بتحس معنا يمكن نحنا شو عشنا بهيديك الأيام والبلوزة نحنا منا طيقين علينا صراحة لأنه هيدا أول شي دم إخواتنا بس هو ليدين المجرمين يلي أتلوهم مع وصولهم إلى مسرح الجريمة أعاد الأهالي مطالبهم أمام مئات المشاركين لتشاء الصدف أن تسقط صوامع إضافية من الشاهد الصامت في الذكرى الثانية لأحد أكبر انفجار غير نووي شهده العالم غنوي يتيم الحدث بعدما أثارت وسائل الإعلام بينها الحدث قصتها أحضر إلى المستشفى طفل الضحية اللبنانية لليان شعيتو الراقدة منفجار مرفأ بيروت وظهرت صور للطفل وهو يمسك بيد والدته الموجودة منذ سنتين في حالة عدم إدراك في المستشفى وأعطيت خلالها دمية للاستعاضة بها عن ابنها من بيروت تنضم إلى نسمة شعيتو شقيقة لليان شعيتو إحدى ضحايا تفجير مرفأ بيروت أهلا بك معنا سيدة نسمة بداية يعني نريد أن نطمئن منك على صحة لليان وأين وصلت حالتها الصحية قبل أن ندخل في التفاصيل الأخرى لليان الحمد لله من بعد سنتين كتر خير الله صار عندها تحسن كتير كبير صارت بتقدر بتحرك إيدا بتحرك إجراء بتتفاعل معنا بتسلم علينا بتقدر تجاوبنا بعيونها ومن فترة قليلة بسبب اللعبة اللي جبني لياها وسميناها علي قالت كلمة ماما هذا لحديث هلأ وضع الصحي وهي بحاجة أن تكفي أكيد علاجها خارج لبنان اللي هو متواجد خارج لبنان مش متواجد بلبنان يعني بحاجة هي لعلاج بمركز علاج فيزياء متطور لحالتها اللي هي فيها طب ممكن تعطينا ما هي الحالة التي صنفها الأطباء الآن حالة لليان لليان يعني بحاجة مثل ما قلتلك أن تكفي علاجها الفيزياء ووضع مستقر هي واعية مدركة لكل الأمور حواليها هل في مسمى طبي لحالتها سيدة نسماء هل يعني ممكن أحد الأطباء والمراكز يستمع إلينا ما هو المسمى الطبي لحالة لليان الآن التي تحتاج على إثره علاج خارجي مسمى طبي هلأ هي بواعي كامل مش أنه مش بواعي كامل أنا ما بقدر إليك المسمى معي تقرير طبي بقدر يعني نعرضه نحن على اللي بيحكي عن حالتها ولليان أنه هي بتقدر تنتقل على مركز اللي هو الطبيعي أنه تكفي علاجها علاجات فيزيائية بحاجة لعلاجات نطو بحاجة لأكيد علاج نفسي من بعد كل اللي مرت فيه نعم هيدول الأصص اللي هي بحاجة أبدا مش فائدة الإدراك نعم ولا هي بعالم تاني أبدا هذا هو كان سؤالي هل هي تعرفت على ابنها لما شاهدته أكيد أكيد تعرفت عليه وما تتخيل يعني لحظة لقاءه قديش كانت حلوة ومؤسرة لليان يعني تم مصر يرجف بدا تبتسم بدا تبكي خايفة تبكي لأنه عشان ما يبكي هو وخاف تعرفي أول لقاء ما بيعرف أمه حيكون أنه صعبة عليها وعلي يعني هي قديم مشتاقة بدأ يعني هي بحضنة وبنفس الوقت هو ما بيعرفها من اللي أخذ الطفل منها وحرمت منه طوال هذه الفترة والدت زوجة هي اللي أخذت الطفل وخلته عندها كل هالفترة سنتين كان بهدف الحرمان يعني ولا بهدف حماية الطفل لأنه هل هي كانت مدركة في السابق قبل أن يأخذوا منها طفلها أم رجع الطفل بعد أن عاد لها الإدراك؟ لا بهدف الحرمان لأنه نحن طلبنا كذا مرة أنه يجي يزوره وتشوفه ما كان في رفض حتى أنه طلبنا منه فيديو كول ما بعتقد بالفيديو كول في خطر على صحته للطفل كان في رفض كان في رفض كمان يعني لليان تعاني من إصابة في الحبل الشوكي أدى إلى شلل كامل أم هناك إصابات أخرى ربما تعاني منها شلل نصفي لا ما عندها شلل كامل شلل نصفي بالنسبة للإجراءات الطبية التي تقدم لها في المستشفى بالرغم من الظروف الاقتصادية التي يعاني منها لبنان هل هي منتظمة أم هي بحاجة غير العلاج الفيزيائي بحاجة أن تنقل إلى مستشفى أكثر رعاية؟ يعني مستشفى الجامعة الأمريكية أنه نحن بنتشكرون كتير كتير خيرون كتير ساعدوا لليان قاموا بدور اللي هو مفروض وزارة الصحة تقوم فيه في جامعية بقلب المستشفى كانت تهيئة عم بتغطي لليان وتعرف بظل هذه الأزمة الاقتصادية في الأدوية كتير مفقودة نحن اللي كنا عم نأمنها للمستشفى والمستشفى كانت عم تقدم لرعاية التامة الباقية طيب كيف اقتنعت جدة الطفل بأنها تجعل الأم ترى ابنها؟ هل كان هناك أسباب ما؟ صراحة يعني الرأي العام والضغط الإعلامي والعالم أولاً يعني أنا بدأ أحب أتشكر العالم لبنان كله وخارج لبنان مغتربين لبنان كل لبنان يعني توحدوا وطالبوا بحق لليان لأنه حسوا أنه لليان بتمثلهم بكل مأسايتهم الاقتصادية بالأمومة بكل شي بتمثلهم يعني الشعب اللبناني طالب بحق لليان وطحت هذا الضغط يعني مع الإعلام كل هذا الشيء تدخل المفتقابلين وصار فيه اجتماع واتفقوا على هذا الزيارة والأمور لحتى قدرت لليان حصلي هل هذه فقط زيارة وحيدة للطفل أم سيبقى معها وما هو موقف الزوج من هذه التصرفات هلأ نحن بالاتفاق مفروض أنه مرة أسبوعيا بزورنا وبزور أمه شو رأي الزوج من هيدا الصراحة ما عندي أي علم بهيدا الشيء شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات نتمنى طبعا السلامة للليان كنت معنا من بيروت نسمى شعيتو شقيقة لليان شعيتو إحدى ضحايا تفجير مرفع بيروت شكرا لك بعدما أثارت وسائل الإعلام بينها الحدث قصتها أحضر إلى المستشفى طفل اللبناني لليان شعيتو الراقدة منذ انفجار مرفع بيروت وظهرت صور للطفل وهو يمسك بيد والدته وطبعا ناقشنا هذا الموضوع مع أخت لليان نسمى شعيتو قبل قليل في جانب آخر كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن الفيلة التي قتل فيها زعيم تنظيم القاعدة بطائرة مسيرة في أفغانستان كانت من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة عشر سنوات وذكر التقرير أن موضوع الفيلة كشف عنه متعاقد أمريكي مدني كان يعمل في أفغانستان ويدعى دان سموك الذي قال إن شرفة الفيلة في كابل حيث قتل زعيم القاعدة كان مكانا يعرفه جيدا واعتدى أن يقف فيه عندما كان يعمل في أفغانستان في مشروع مساعدات حكومية أمريكية ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن صواريخ صينية حلقت فوق تايوان خلال التدريبات العسكرية الأخيرة التي تجريها بكين حول الجزيرة مشيرة إلى أن الجيش أطلق أكثر من مئات طائرة حربية بينها مقاتلات وقاذفة قنابل بالإضافة إلى أكثر من عشر مدمرات وفرقاطات ولم تؤكد بكين رسميا حتى الآن ما إذا كانت الصواريخ قد حلقت فوق الجزيرة أثناء التدريبات فيما رفضت تايبي تأكيد أو نفي ذلك لأسباب تتعلق بالاستخبارات من ناحيتها قالت وزارة الدفاع اليابانية أنه من بين تسعة صواريخ رصدتها يعتقد أن أربعة منها حلقت فوق جزيرة تايوان من جانب آخر أعلن الجيش التايواني أن طائرات وأسفن حربية صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان معتبرا أن التدريبات العسكرية الأخيرة لبكين استفزازية جدا وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش أرسل طائرات وسفن ونشر أنظمة صواريخ برية لمراقبة الوضع مشيرة إلى أن الجيش التايواني سيجهز للاستعداد القتالي لكنه لم يسعى للحرب علق وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان بأن زيارة كانت سلمية وأن الصين بالغت في رد فعلها كما أشار أن سياسة واشنطن تجاه الصين الواحد لم تتغير الحقيقة أن زيارة بيلوسي كانت سلمية ولا مبرر لهذا الرد المتطرف والتصعيد العسكري من قبل الصين دعوني أكرر أن لا شيء تغير حول سياسة نتجاه الصين الوحيدة التي عبرنا عنها من خلال ضمانتنا ولا نريد أن يتغير الموقف الراهن من أي طرف نحن ندعم استقلال تايوان ونتوقع أن تحل الخلافات سلميا وليس قصرا أو بالقوة وخلال لقائها نظيرها الكوري شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على التزام واشنطن الصارم بالدفاع عن الديمقراطية في شبه الجزيرة الكورية كما أكدت رغبة واشنطن في تعزيز أهداف الأمن والاقتصاد والحوكمة مع كوريا الجنوبية نحن نريد أن نتجاهي لحظيات المحاولية والعزيز المحتوى لن يوجد هذا الوصول للحفظ بأنه في مرحلة في المنزل في المستقبل وقال لديه عنواني الأنسائل عن الإنسانية الأنسائي الإنسانية الأنسائية 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 أريد أن نستطيع أن تكون بعمل جميعها من كل وطع يشكلون بشكل مفيد من القاهرة ينضم إلينا الصحفية المختص في الشأن الصيني عما عامر تمام أهلا بك معنا سيد عامر هل تعتقد بأن زيارة نانسي بلوسي تمثلها كرئيسة مجلس النواب الأمريكي كونها لا تضمن ربما بعد الانتخابات النصفية تعود أو تبقى على رأس المجلس أم لا أم هي فعلا تعكس توجه الإدارة الأمريكية في زرع التوترات في قارة آسيا مؤخرا نعم بداية حياتي لحضرتك بكل تأكيد هي زيارة رسمية من جانب الولايات المتحدة ليس كشخص بلوسي ولكن هي زيارة لثالث أكبر شخصية في الولايات المتحدة هذه الزيارة جاءت على متن طائرة عسكرية من الفلبين على ما أعتقد إلى تايوان هذه الزيارة تدفع عنها إدارة بايدن بشكل أو بآخر ولكن المشكلة ليست في هذه الزيارة المشكلة الأكبر في ما وراء هذه الزيارة هل الولايات المتحدة لديها خطط أخرى لتعزيز انفصال تايوان هل الولايات المتحدة لديها خطط أخرى لزيارات مماثلة مثلا لأعضاء آخرين في الإدارة الأمريكية مثل وزير الخارجي أو عضاء آخرين أو وزراء آخرين ربما كل ذلك هو ما تخشاه الصين لذلك الرد الصيني كان حتى الآن ردا حاسما حتى تكون تكلفة هذه الزيارة عالية هو أي شخص آخر أو أي دولة تحاول أو تفكر في تكرار هذه الزيارة مرة أخرى ربما تتراجع بسبب هذا الرد الصيني الذي تقوم به الصين حسب المعطيات السياسية الآن سيد عامر لماذا قررت واشنطن أن تدخل في صدام مباشر مع الصين وهناك توثر مع روسيا ألا تخشى من أن تتحد القوتين الروسية والصينية في وجهها؟ لا تخشى ولكن ربما المخطط الأمريكي هو أن يتحد القوتين الروسية والصينية لتكون روسيا والصين في معسكر ويكون الغرب بشكل كامل في معسكر الولايات المتحدة تدرك أن حتى الآن التحاد الأوروبي لديه علاقات جيدة مع الصين وأن الصين تحاول بشكل أو بآخر أن تكون على موقف حيادي من الأزمة الروسية ليس من مصلحة الصين أن تكون طرفا في الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن بهذه الطريقة وبهذه الاستفزازات تريد الولايات المتحدة أن تشعل المنطقة أن تشغل الصين أيضا في تايوان كما شغلت روسيا في أوكرانيا وذلك سيؤثر هذا سيؤثر على حلفاء واشنطن إذا كنا نتحدث عن الاتحاد الأوروبي ونتحدث عن حلف الناتو هل هذه إرهاصات مقدمة وإرهاصات لفك حلف الناتو إن تضررت أوروبا من الحرب الروسية والآن تفتح عليها واشنطن الحرب مع الصين وتايوان بكل تأكيد هذه الخطوة ربما تأتي على غير رغبة الاتحاد الأوروبي والناتو لأن هذه الدول ليست في مجال الآن والاقتصاد هذه الدول ليست في مجال الآن أن يتحمل مشاكل اقتصادية أو يتحمل عقوبات أو مشاكل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين ليست روسيا روسيا هي دولة منتجة للمواد الخام الصين دولة صناعية وعندما جاءت على تبيل المثال عندما كانت أزمة كورونا وتعطلت خطوط الإمداد من الصين كانت هناك أزمة كبيرة للعالم لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة بدافع شخصي بدافع احتواء الصين وخلق مشاكل الصين ربما وليس برغبة الدول الاتحاد الأوروبي إذا كانت المعلومة هذه صحيحة أن الدين الصيني للبنك الدولي أقل من الدين الأمريكي للبنك الدولي هل هذا ما أثار حفيظة الشأن الأمريكي باختصار؟ بكل تأكيد هذه ليست المشكلة الأساسية الولايات المتحدة تدرك أن الصين بصدد أن تكون أكبر قوة اقتصادية في العالم خلال سنوات قليلة ربما سنتين أو سلس سنوات هذه هي المشكلة الأساسية الولايات المتحدة تدرك أن الصين تقوم بتحديث شامل للجيش الصيني تقوم برفعة رسالتها النووية من 300 رأس نووي إلى حوالي 2000 رأس نووي كل ذلك ربما يهدد الولايات المتحدة شكرا أنتهت الساعة شكرا جزيلا من القاهرة الصحفي المختص في الشأن الصيني عامر تمام شكرا جزيلا لك وأنتم أيضا مشاهدين شكرا لكم على كرم المتابعة إلى اللقاء